حقق منتخب السينيغال فوزا صعبا على حساب الرأس الأخضر بهدفين دون رد في المباراة ثم نهائي كأس أمم إفريقيا المقام حاليا بالكمرون هدف المباراة سجلهما الساديو ماني وبامبا ديانك في الدقيقتين الرابعة والستين والثانية من الوقت بدل ضائع عرفت المواجهة إكمال منتخب الرأس الأخضر أطوارها بتسع لعبين بعد طرد الحكم الجزائري اللاعب أندراد والحارس فوزنيها وينتظر منتخب السينيغال في الدور الربع نهائي الفائز من مواجهة مالي وغينيا الاستوائية التي تقام مساء الأربعاء